بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وبعد أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنا نتحدث إليكم في موضوع الجنايات وانتهى بنا الحديث في هذه الحلقة إلى موضوع حكم القصاص من الجماعة للواحد فليكن ذلك موضوع حديثنا الآن فإذا اشترك جماعة في قتل شخص عمدا عدوانا اقتص له منهم جميعا وقتلوا به على الصحيح من قول العلماء رحمهم الله لعموم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل إلى قوله ولكم في القصاص حيات إياء للألباب لعلكم تتقون ولإجماع الصحابة على ذلك فقد روى سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتل سبعة من أهل صنعاء قتلوا رجلا واحدا وقال رضي الله عنه لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتم به جميعا وثبت عن آخرين من الصحابة أيضا قتل الجماعة بالواحد ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم فكان ذلك إجماعا قال الإمام العلامة بن القيم رحمه الله اتفق الصحابة وعامة الفقهاء على قتل الجميع بالواحد وإن كان أصل القصاص يمنع ذلك لأن لا يكون عدم القصاص ذريعة إلى التعاون على سفك الدماء انتهى وقال ابن رشد فإن مفهومه أي القصاص أن القتل إنما شرع لنفي القتل كما نبه عليه القرآن فلو لم تقتل الجماعة بالواحد لتذرع الناس إلى القتل بأن يتعمدوا قتل الواحد بالجماعة ولأن التشفي والزجر لا يحصل إلا بقتل الكل انتهى ويشترط لقتل الجماعة بالواحد أن يصلح فعل كل واحد منهم للقتل لو انفرد وذلك بأن يباشر الجميع القتل ويكون فعل كل واحد منهم قاتلا لو انفرد فإن لم يصلح فعل كل واحد منهم للقتل لو انفرد وكانوا قد تمالأوا وتواطأوا على قتل المجني عليه وجب القصاص منهم جميعا لأن غير المباشر صار رذئا للمباشر ومن أكره شخصا على قتل آخر فقتله وجب القصاص على المكره والمكره إذا توفرت شروطه لأن القاتل قصد استبقاء نفسه بقتل غيره والمكره تسبب إلى القتل بما يخضي إليه غالبا ومن أمر صغيرا أو مجنونا بقتل شخص فقتله وجب القصاص على الآمر وحده لأن المأمور آلة للآمر ولا يمكن إيجاب القصاص عليه فوجب أن يكون على المتسبب به وكذا إذا كان المأمور مكلفا أي بالغا عاقلا لكنه يجهل تحريم القتل كمن نشأ بغير بلاد الإسلام فإنه يجب القصاص على الآمر لتعذره في حق المأمور لجهله فيكون على المتسبب به وحده وأما إن كان المأمور بالغا عاقلا لا يجهل التحريم فإنه يجب القصاص عليه لمباشرته القتل بغير حق وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سواء كان الآمر سلطانا أو سيدا للمأمور أو غير ذلك ويكون على الآمر في هذه الحالة التعزير بما يراه الإمام لأنه ارتكب معصية وليرتدع عن ذلك وإذا اشترك اثنان في قتل شخص عمدا عدوانا وكان أحدهما لا تتوفر فيه شروط وجوب القصاص والآخر تتوفر فيه وجب القصاص على من تتوفر فيه الشروط منهما لأنه شارك في القتل العمد العدوان وامتنع القصاص في حق شريكه لمعنى فيه لا لقصور في سبب القصاص فيجب على من لا مانع به منه ومن أمسك إنسانا لآخر حتى قتله قتل قاتل وحبس ممسك حتى يموت وكما يقتص للواحد من الجماعة في النفس فإنه يقتص له منهم في الطرف والجراح فإذا قطع جماعة طرفا أو جرح جرحا يوجب القود فلم تتميز أفعالهم كما لو وضعوا حديدة على يد شخص وتحاملوا عليها حتى انقطعت اليد فيجب قطع أيديهم جميعا لما روي عن علي رضي الله عنه أنه شهد عنده شاهدان على رجل بسرقة فقطع يده ثم جاء بآخر وقالوا هذا السارق وأخطأنا في الأول فرد شهادتهما على الثاني وغرمهما دية الأول وقال لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما حواه البخاري وغيره فدل على أن القصاص على كل منهما لو تعمدا وقياسا على قتل الجماعة بالواحد وسراية الجناية على النفس وما دونها لها حكم الجناية لأنها أثر ناتج عنها وأثر المضمون مضمون فلو قطع أصبعا فتآكلت الأصبع الأخرى أو اليد وسقطت من مفصل وجب القواد في اليد وإن سرت الجناية إلى النفس فمات المجني عليه وجب القصاص ولا يجوز أن يقتص في عضو أو جرح قبل برئه لحديث جابر أن رجلا جرح رجلا فأراد أن يستقيد فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقاد من الجارح حتى يبرأ المجروح رواه الدار قطني وغيره وذلك لمصلحة المجني عليه إذ قد تسري الجناية إلى طرف آخر أو إلى النفس فلابد أن يعرف مدى نهاية الجناية فلو اقتص قبل البرئ ثم سرت الجناية بعد ذلك فلا شيء له لأنه استعجل فبطل حقه ولحديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقدني فقال حتى تبرأ ثم جاء إليه فقال أقدني فأقاده ثم جاء إليه فقال يا رسول الله قد عرجت قال قد نهيتك فعصيتني فأبعدك الله وبطل عرجك ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتص من جرح حتى يبرأ منه صاحبه رواه أحمد والدار قطني وبهذا تعلم أيها المسلم محاسن هذه الشريعة واجتمالها على العدالة التامة والرحمة العامة وصدق الله العظيم وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم فتبا لقوم يستبدلون بها غيرها من أحكام الطاغوت والقوانين الوضعية الناقصة الظالمة بئس للظالمين بدلا والحمد لله رب العالمين وإلى الحلقة القادمة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين